اجتماعية كقاطرة للتنمية بإفريقية الندوة منظمتها جامعة الحسن الأول بمدينة سطات وعرفت مشاركة عشرين عضوا من المنظمة الأمريكية الصداقة أولا بوشعيب عماري وأحمد حمري جامعة الحسن الأول بمدينة سطات وتقليدا للذكرى الواحدة والعشرون لتأسيسها استقبلت ستة وعشرون سفير سلام تابعون لمنظمة فرانشيب فرس الأمريكية يندرج ذلك في إطار الفتاح الجامعة على محيطها الخارجي ومساهمتها في مد جسور التواصل والتعيش بين الشعوب من خلال استقبالها لطلبة العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء جامعة الحسن الأول على سبيل المثال فهي تستقبل أكثر من 650 طالب أجنبي وعممهم من الدول الإفريقية جنوب الصحراء يمثلون 51 جنسية في جامعتنا وهذا يندل على شيء فإنما يدل على سياسة الانفتاح على أيضا التضامن وكذلك يعطى الفرصة لهؤلاء الطلبة ليعيشون ظروف ظروف جيدة بالمعرض بهذه المناسبة نظمت ندوة موضوعها دبلوماسية المواطنة والمقاولة الاجتماعية قطرة لتنمية في المجتمعات الإفريقية استعرضت لمختلف المقاربات الكفيلة بفتح جسور التواصل بين الشعوب نحن ننفر لهم واحد الفرصة أنهم يجيوا على أرض الواقع واكتشفوا ما جعل من المملكة المغربية رائد في حقوق الإنسان وفي التنمية البشرية صفة عامة والاقتصابية ونشر كذلك مفاهم التعايش والسلم والسلام نمثل جمعية فرنشيب فرس وهي منظمة هدفها مد جسور الإقاء والصداقة والتواصل بين شعوب بلداننا والتعرف على مجتمعاتنا لنحيا سويا زيارة أعضاء منظمة فرنشيب فرس سعد العشرة لبلادنا منذ تأسيسها خلال عشر سنوات خلص تضم في عضويتها 16 ألف عضو موزعين عبر أربعمائة نادي تهمتل سبعين دولة ولبحث وتدارس أنجع السبل لإحداث المقاولات تهمتل سبعين دولة